مع طفلين ومن دون أي معيل تكافح أم جمعة لتأمين متطلبات الحياة اليومية بحدها الأدنى بعد أن بات زوجها مغيباً قصرياً على يد تنظيم الدولة الإسلامية داعش قبل سبع سنوات تذكر السيدة الحياة مع زوجها حين قرر العودة إلى سوريا بعد سنوات من العمل في السعودية كان زوجي عايش طبعاً، كان بسعودية، بالألفين ويدعش عافة سعودية وجاء هنا سوريا كان عنده سيارة غاد وعافها وباعها وجاء هنا على أساس أنه يشتغل هنا صارت العيشة بسوريا أحسن، اشترى سيارة وقام يشتغلها أنا عندي بنتين وعنده زوجات اثنين وزوجته الثانية عندها ثلاث ولاد وأربع بنات عايشين الحمد لله، هو يطلع من الصبح ما يجي للمغرب أحياناً للساعة 12، أحياناً للتسعة حسب شغل عامل يعني عامل وإحنا بهالبيت دايرين بهالنا على هالعيلة والبيت عرف لكن تلك الحياة البسيطة تغيرت كلياً اتهم التنظيم زوجة أم جمعة بالردة وقام باعتقاله بعد ما تغير الوضع فات الداعش على المنطقة يعني جم خدم زواجي من هنا خدمنا من آخر المنصورة افتهمت أنه مرتد هنا عاد احنا صفينا الحانة عائلة صغار نسوان الحانة لا حول ولا غوة سبع سنوات مرت خلالها عائلة أم جمعة بتطورات عدة تصف مرحلة منها بأنها كانت صفراً فاضطرت للعمل بمختلف المهن المتوفرة في المنطقة كي تتمكن من إعالة عائلتها ظلنا احنا عاد عيلة صغار كلها نسوان وعيلة صغار والله وصلت معنا على أنه نطبخ عن نار بعدها فترة يعني هي سنين الحصار لو الحتي من راح زوجي سبع سنين فترات متى تالية بعدها فترة اشتغلت كل أنواع الشغل حتى الماء يختر على البال الحمد لله شغل طبعاً شغل عمل يدوي من شأنها صغار انت داوراني ومرت الثانية إذا هي تروع أنا ظل لأنهم صغار وانحا واشتغلنا وعيشناهم تمثل هذه السيدة عدداً لا يمكن أحصاؤه من النساء السوريات اللواتي فقدنا أزواجهن خلال السنوات الماضية ووجدنا أنفسهن مضطرات للعمل في مختلف المهن المتوفرة كي يعلن أبناءهن ويتابعن الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر